نحن مقبلون على عيد الأضحى وتصلنا مجموعة من التساؤلات حول كيفية شراء وضحية العيد إلا أن التساؤلات التي توردت علينا وبيكترا على المقرات لجمعية حماية المنسيلك وعلى الجميع هو البلاغ الذي اصدرنا مؤخرا هذا البلاغ الذي قلنا فيه بأن هناك احتمال الرجوع إلى الظاهرة القديمة التي هي خضرار اللحوم الذي سيقول لك أنه يعتمدنا تنعفوا بالله هذه السنة هذه السنة عرفت الجفاف عرفت قلة الأمطار ألف الله أو الكسب بعد الكسب العديم الضمير لنقول العديم الضمير الذي لا يوجده أي ضمير سيأتي ثاني إلى أعلاف يعلف البهام بذلك الفضلات من الدجاج التي كانت خلقت لنا واحد المشكلة واحد سنين هذه والله الحمد لله أربع سنين هذه المشكلة الخضرار اللحوم وخفنا هذه المرة لكي ترجع نظرا لغلاء الأعلاف خفناه لا يرجعني لنفس المشكلة لأن المشكلة بعد الكسب العديم الضمير يعلف بذلك أو الفضلات من الدجاج إذا من هذا المنبر هذا نحن نضع المستهلك أنه يقتني الأضحية من أماكن التي هي مرخصة نحن لا نقول أماكن مرخصة لا نعني جهة معينة أو الذي يقول لك ما ترى أنت بغيتنا نمشي نحن بالصفة عما نحن بشكل المستهلك مطمئن أنه يجب أن يشتري عنده واحد إذا لم يفتدي يشتري عنده واحد الكسب يشتري عنده لأنه يكون عارفه عارفك الكسب وعارف البهيم أو الذي يمشي الأماكن التي هي مرخصة حتى يكون مرخصة يعني أن المكتب الوطني السلامة الصحية اللونسة ظهر هذه الأماكن لأنه لا يمكن المكتب الوطني لا يمكن اللونسة أنها تمشي وتضع هذه الحلقة تضعها لذلك الحلي إلى ما كان إلى ما جور لذلك الكسب وشافوا الزريبة وشافوا المرق أشياء كل ذلك سيأتي على غفلة وأشياء كله إذن هنا اللونسة تتعطي هنا تسمى ترخيص هذا من تضع لك لابوكل هنا تضع لذلك الحلقة يعني تسمى ترخيص أنا رخصت لك أنك هذا الحلي إذن رأى صحة جيدة وأن الأعلاف التي تأكل هذه الحلي فهي أعلاف التي هي صحية ومزيينة وما يمكن تسبب المستيلك حتى جعله أولا تخصي نشطي الحلي لا نشطي الحلي هو نعس نعس في الارة يأكل وتنقول لي حال لك الحلي وتنقى تتوامع على الحلي هو نعس أولا يجب أن الحلي يكون واقف تتمر شى قدامي لا نخلي يشدو يقول لها ما يبقى شده لا نجعله يتمشى و يتلقى إذا كان طاعش غدي بلية إذا كان فيه شي يحب غدي بلية إذا كان فيه شي دخاء غدي تبلية إذا جاب الله وقفه دخاء غدي طح إذا هنا تكون بعيد ثانيا نرى المناخر ما يكونوا يسيلوا إذا كان المناخر يسيلوا رفع الرواح يدره مريض إذا كان هناك عالم من العالمة تدري للمرض معين للمناخر يسيلوا العينين لا يكونوا حمرين يكونوا صافين إلى العينين حمرين نعرف بلية ذلك الحلية ره مريض فيه شي مريض نرى ثانيا المخرج ذلك إذا كان خضر المخرج ذلك تنزغ وهو فيه أسر نعرف بلية ذلك الحلية ره مريض إذا ذلك الحلية لا نشري إذا هذة ثلاثة مثلا الحلية مثلا واحد يكحب فيه الكحبة لا نشري إذا كان يكحب فيه واحد المرض لا نعرف بلية ذلك المرض كان عاديم الضامر فنسمعه نحن باعديم الضامر الذي يشهد الحلية تقفل ليل تيعطي الماء والملحة في الصبح الحلية يجيبه السوق وعمره ومنفقه وعمره قمت بحضر كمت بحضر ونشرح كمت بحضر نشري الحلية كبيرة وهذا يشهد الحلية كثيرة إذا كان نقل الفضل منفقه وعمره فهذا لنشرح الحلية هنا تنزغ وسيلة ناقل تنزغ الضرب لا نعطيه الشراب بالأقل نجعله بعد نطعه شرب ولكن إنه لم يعد يشرب بالضبط مع السلطان معتنا عن السلطان وقته ماخره سيتم اتمكن من يعطيه الشرب لذلك الساعة تسرح إذاً من أعطيته شرب لن يموت ولكن إلا أعطيته لأنه لم يعد يشرب لما في نفس الوقت قطيته لمعرفته الولدية من الحلير قد يموت عمليات دبح دائما نرى واحد الجزاء اللي هو اعترافه اللي تعرف يدبح وقبل أن ندبح أولاً نخذ هذه البلاسة التي ستدبح فيها تكون نقية تكون مقصولة نشدها ونقصلها مزياناً لا ندبح في الحل في واحد البلاسة التي هي بمسخة ممكن أن نزل ميكروبات ساعدك اللحم ونقل هذه البلاسة التي هي بمسخة إذاً نقل هذه البلاسة ونقصلها ونصيبها ونشوف واحد كذلك واحترافي لماذا تبقوا احترافي؟ لكي لا تعدب هذه البلاسة من جهة ثانياً أن عملية السخطة تكون بسهولة أن هذه البلاسة لا تبقى يضرب لك في كل البلاسة يجرح عليك بالموس هذا شيء كذلك نقول أننا جزار أما ممكن أن ندبح إلى مولفتاد الدبح بالدبح ليس مشكلة غير أنك تختار البلاسة في أشغال الدبح تكون نقية ومزيانة وكما قلنا الأماكن السخط تكون مزيانة ماذا دبحنا هذه البلاسة؟ دبحنا هذا الجزار هذا الجزار لا تبقى نفخلية البلاسة بالفم ونحن نعيشه كورونا لا يمكن أن يكون هناك مرض السلسل لا أعرف شيء أنا غير عيط يكون مرض ونفخلية في السقاطة البلاسة فإنه تهليب ذلك النفس وما عرف ما هو المرضى الذي عنده لا يعرف أنه يستعمل البومبا إذا كجامعة الحماية المستهلك نجو فإن نداء من هذا الناس لهذا الكسبة نتعفوه إلى المستهلك المغربي يتعلم أن يخرج أو ما زال ما يخرج من هذه الظروف الكورونا وكان الناس الذين لا يداموا ولكن رفقا بهذا المستهلك راكا يمسكين راه ما عندوش ولا كلا غادي تكلف وغادي تسلف وما طيرداش انهو ما يشريش لأوضحيه دي للعيد اذا هنا بغينا هدوكو الناس تيرفقوا بهذا الناس هدو بلاخص الاتمينة حتى من ناحية ما يمكنش واحد سيد مش همسكين تكلف وتسلف ومش هجاب واحد ده الفق مسمية ده بستوستين كشيفة وجيت بيعلي انت واحدة بهمة اللي هي مريضة او اللي شربتها الملحة او اللي تجيت غشو ومسكين هو راه غيص تسلف هدوكو الناس وتزيد ومتا تزيد ومتا قطين باللكن ما تقوله هذا السيد مسلف ويجيت بيعلي واحدة بهمة مريضة فهذا شيء عيد الضمير ذلك ما غادش يخليك هذا عيد عيد انا انتسلف انا هدو المسكين هذي تسلف ويجيت بيعلي بهمة اللي هي مريضة ولا مش تربعة تيجي مسكين تيبالي الحليك تدوكو الناس هدوكو الناس صغير واحد الحليكو الناس فتنطلبوا من هذلك السابع باش يكونوا مجيد هاد الناس هدو لاننا عرفنا الاضحرة غالية والناس الناس اللي جايحة هذي الكورونا ده بياله باقية مازنا ما خرجاش من لكن ما قلت ولكن بغناء لطفا بي المستهلك اشتركوا في القناة